يوما بعد آخر تضيق مساحة الحوار مع إيران بشأن ملفها النووي فالتقارير الواردة من وكالة الطاقة الذرية تهدد بنسف مسارات المباحثات في فيينا موقع بوليتوكو الأمريكي ينذر بطي صفحة المباحثات مع إيران دون جدوى لأن طهران على وشك إكمال مشروعها النووي بعد أن استغلت المباحثات لاستثمار الوقت لا أكثر في حين تستمر في تخصيب اليورانيوم وتأتي الصدمة الكبرى بخيبة أمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تعاون إيران مع المفتشين فلقد منعتهم من الدخول إلى موقعين سريين مهمين لتخصيب اليورانيوم فها هي إيران اليوم تبتعد أكثر عن اتفاق عام 2015 بعد الكشف عن تخصيبها لعشرة كيلوغرامات من اليورانيوم بالقرب من مستوى تصنيع الأسلحة النووية وهو 60% تقرير أول للوكالة الدولية للطاقة الذرية يرسم صورة مقلقة لإيران نتيجة تجاهلها لمناشدات المدير العام للوكالة رفايل جروسي للتحقق من حالة كاميرات الوكالة أو معدات المراقبة الأخرى المثبتة في محطات إيران النووية وفي التقرير الثاني قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها قلقة للغاية بشأن هذا الاكتشاف مضيفة أن المواقع الحالية لهذه المواد النووية غير معروفة للوكالة كل هذه التقارير ألقت بظلالها على المحادثات النووية غير المؤكدة بالفعل حتى إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أقر بصعوبة استئناف المفاوضات في ظل التطورات الجديدة شبح النفق المسدود بين إيران والدول الغربية بدأ يظهر بعد جولات محادثات فيينا فلا إيران امتثلت للشروط المبدئية للمفاوضات ولا الدول الغربية تريد التنازل عن شرط الإيقاف الفوري لعملية تخصيب اليورانيوم الإيراني فماذا بعد انهيار عملية المفاوضات يقول مراقبون إما اللجوء إلى الحلول العسكرية أو الاستسلام للمشروع الإيراني والإقرار بالهزيمة ترجمة نانسي قنقر